هياكم الله وبرك الله فيكم في هذه الليلة المباركة يعني ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك الذي يتحرك بسرعة عجيبة نحو آخره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والمثوبة وأن يتقبل مننا في هذا الشهر الكريم هذه الليلة نحاضرنا فيها فدرت الشيخ مصطفى طلبة فليتفضل مشكورا يقرأ الوردة اليومي وهو الجزء الرابع عشر من بداية سورة الحجر ثم يعطينا محاضرته بعنوان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فليتفضل مشكورا أعرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن نبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعودون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء نقصون إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمني على أن مثني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمندورهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابنين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسرم أهلك بقطع من الليل واتمع أدمارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمؤون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسنين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مؤرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيتهم فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عني مشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعدلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم ممين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافء ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيلون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومنكم الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلى مات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحاذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدنين يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولأجروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويسعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم فضل مستاذني طيب لحظة بس على ما ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم إنا نعوذ بك أن نقول الزورة ونغشف الزورة ونكون بك من المغرورين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد في هذه العجالة إن شاء الله نحاول أن نقف عند آية أو آيتين مما تلون أو ممن يرتبط بتلك الآيات لكن في البداية أذكر أنه عندما كنت في فترة ما كنت أخذ الإجازة على شيخي فالحجر وهممت أن أقف أني كنت مجهد في ذاك الوقت كما أنا مجهد الآن فنهراني شيخي وقال لا تقس وعبد ربك حتى يتيك جاء اليقين وأن الموت يحيط به من كل مكان نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في الحقيقة العنوان اللي قاله أخونا الشيخ إبراهيم هو يعني إن شاء الله يكون موعدكم مع الأخ الفاضل هو يتكلم فيه غدا أو بعد غدا لكن نحن نحاول نطوف حوله كانت القضية حول الثبات في عموم الأمر والثبات يختطي المرابطة والآية الكريمة في صورة آل عمران يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا ونعلم إخواني وأخواتي أن صور القرآن الكريم أو محور القرآن الكريم محور الصورة في القرآن يعني يكون غالب الصورة يعني تقريبا ممكن أن نحن نأخذ سطر ونعمله عنوان لصورة كاملة فمثلا نأخذ مثلا قواعد الاستخلاف ونحط صورة البقرة ونأخذ مثلا كلمة العقيدة ونحط صورة الأنعام فصورة آل عمران يعني وكأننا نضع كلمة الثبات نضع كلمة الثبات صورة أل عمران اختتمت بهذه الآية اصبروا ومعروف الصبر اللي هو يعني يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على القضاء والقضر الذي يصيبه وهو يعني 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 قسمين قسم الأول فيها حوار وفيها فكر وأيضا فيها تعليق على غزوة أحد أما الحوار والفكر فهو يعني لابد يحتاج ثبات لأنه حوار مع يعني أهل كتاب وهم عندهم كتاب من قبل ويعني يحاورون المسلمين فلذلك لابد يكون فيه تحصين يكون فيه ثبات من ناحية الفكرية من ناحية العقل وأما التحصين الداخلي اللي هو يعني فيه هزيمة حدثت أو ما يشبه الهزيمة أو يعني الصف شوي حصل فيه شوي الدربكة أو خلخلة فيحتاج هذا الصف إلى أن يعني يرجع مرة أخرى ويكون فيه ثبات فلذلك الله سبحانه وتعالى في خلال صورة الآلي عمراض من الآية تقريبا مية من واحد للآية مية وعشرين ذه تقريبا الثبات الفكري أو الثبات الخارجي يتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله يا أهل الكتاب لما تصدون على سبيل الله يا أهل الكتاب لما تلبسون حق في محاورة ويعتبر الإسلام يعتبر هو الذي أنشأ أول حوار للأديان يعني يعني الإنسان أوبن ميند الإنسان بيخل المسلم أوبن ميند بيرسون مش متحجر يحاول الناس ويكلمهم الآية اللي من أول مية وعشرين لنهاية الصورة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها اللي هو الثبات الداخلي اللي هو حدث من قبل يعني غزوة أحد وما وما كان فيها من يعني نتائج على الأمة المسلمة في هذا الوقت الصورة لأنه بتتكلم عن الثبات فبتحذر من أشياء يعني تجعل الإنسان فيها يعني لا يثبت مثل مثلا الشهوات زينا للناس يحب الشهوات فبتدي تحذير حتى لا يعني يكون الإنسان يعني يهبط والعيذ بالله في الشهوات حتى يضل أو يعني يذهب بعيدا عن هذا الثبات ولا يعرض نفسه للمقام الأعلى عند الله طوال وطعا كذلك أيضا إن الذين تولوا منكم يوم التقل الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعد ما كسب وهو الفرار من الزحف والفرار من المسئولية عمو هو أيضا يعتبر تولي كذلك أيضا الآيات الكريمة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني لابد الإنسان يرى ونرى ما يحصل عندنا نقد ذاتي حتى يعني لا ننوم دعوتنا أو لا ننوم يعني منهجنا وإنما نلوم أنفسنا الذين نحن لم نتبع هذا المنهج القوي وبالتالي في الصورة فيها شيء من التوازن الشريط كذلك أيضا فيها جزء من الحض والحث على قضية الثبات الإيجابي فمثلا فيها دعوات كثيرة صورة الآي عمران من الصورة فيها أدعية كثيرة ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا تيتنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب هناك دعا زكريا ربه ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا كذلك أيضا الآيات الكريمة بتحث على وحية المؤمنين وَلْتَكُمْ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ المؤمن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربع من دون وفيها حجج وبرهين وفيها تحدي واضح جدا فمن حجك فيهم لكن الآية الأخيرة الحقيقة من الصورة مع الآية الأخيرة من صوت الحجر وكلاهما يا صباني في نفس المنطق يا أيها الذين من أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعبد ربك حتى يأتيك اليقين الاثنين كده ماشيين كده في توازي لكن صورة ألي عمران بتوضح شيء مهم جدا وهو المراقبة أي عفوا المرابطة اصبروا احنا قلنا عليه صابروا من التفاعل يعني غالب عدوك في الصبر هو بيصبر انت كمان اصبر فده مصابرة مصابرة الصبر كان الواحد يكون يعني يصبر على محضرة يسمعها على صلاة ترويح يقديها على مثلا شيء من الصلوات يصبر عن المعصية إذا جلوا ابتلاء والعيد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لكن المصابرة قدامك واحد بيضل أو بيصد عن سبيل وانت بتقف ضد فهذه المصابرة لكن المرابطة أعلى من المصابرة المرابطة جاءت من رباط الخيل يعني واحد رابط الحصان بتاعه يعني واع جنبه يعني مربوط وجاي من رابطة يعني عقدة فجاي اللفظ المرابطة اللي هي الإنسان يعني وضع نفسه في الثكنة حتى يعني بالضبط كده يحرص ما أوكل إليه من حراسة حتى لا يؤتى العدو من قبل هذا الشخص ولذلك قضية المرابطة هذه نقطة مهمة جدا جدا ونحن لابد نحن في أمريكا هنا في العالم في النحية الغربية من العالم والعالم كله أصبح قطعة واحدة كما نعلم لابد أنه تتضح أمامنا هذه النقطة لأن كل واحد فينا على ثقر من ثغور الدين ويعني ما استطاع هؤلاء أن يتحكموا في شعوب العالم إلا أنهم رابطوا حول هذا الباطل فألا يكون رباط المؤمن حول حقه أو لا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير علشان أضرب لكم مثال بسيط جدا جدا للمرابطة قبل أن أدخل في بعض الأحاديث وبعض التفاصيل كان عندنا واحد في مصر اسمه الحج خليل الحج خليل ده راجل يعني زي ما تقول مقاول حصر أو مقاول وبيشتغل شوية في الحصر حصيرة يعني اللي هي زي ما احنا عندنا في الوقت الحضر الكربت الحصيرة عندنا طبعا موجود في الصعيد وفي بحري اللي هو القش وبيتعمل بالخيط ويبقى الناس تجلس عليه وأحيانا يناموا عني وحيانا نكون هو هو كل في كل في المساجد في البيوت في الكده حتى البيوت زي ما كانش كلها فيها حصير اللي بقى عنده حصير ده بيبقى راجل غني فالحج الراجل الخليل ده كل ما يخش مسجد ويلاقي في حصير باهت متقطع ما فيش فيه فرش يروح فرش وحصير فرش وحصير يروح بحري يروح اي مسجد يروح فرش وحصير فهو رابط في الموضوع ده يعني وكأنه رابط الحصان بتاعه حول المساجد فهو رابط نفسه بانه يأثث مساجد ربنا يحاول انه يعني يفرشها عشان يشجع الناس تيجي تسلط فهده عمل حقيقي بارع جدا هو مش راجل عالم ليس عليه يحفظ يفتن ناس هو راجل بسيط جدا جدا راجل مقاول على قد حاله المرابطة بتاعته ايه اللي تناسبه ما احنا لابا ورد لازم كل واحد فينا يختار الجزء اللي رابط فيه ففي واحد كاتب يفضل كده يعني عمال يقرأ المقالات يقرأ المقالات واي حد ييجي يسب في الإسلام يسب في الرسول السلام يروح يرد عليه بما يستحق ويكون هذا بالنسبة له رباط واحد تاني عمال يعني يعني مثلا عندنا الإمام مثلا أحمل بن حنبل رابط 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 لحد محافظ الله عز وجل به الدين في قضية خلق القرآن سيدنا وبكر الصديق رابط 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 لحد من ربنا سبحانه تعالى حافظ الدين من المرتدين وإلا كان هينقص يعني بالزبط كده خمسة كان هينقص من المواحد شوية كمال الناس تقول الحج بعيد عننا وإحنا سكنين بعيد اقطع الحج شوية الناس تقول احنا ما نقدرش الزكاة وفقرة واحنا الاقتصاد اقطع الزكاة الدين بقى بالزبط ما يبقاش في حاجة فسيدنا وبكر صديق وبعدين سيدنا عمر يقول ما أنا وجدت أن الله قد شرح صدر وبكر لهذا فعلمت أنه الحق ففي الحقيقة في هذه الحالة سيدنا وبكر الصديق وقف مواقف كثيرة جدا رابط فرابط في هذا الأمر حتى ربنا سبحان الله أكرمه حتى أنه سير أحد عشر جيشا في كل مكان ولم يبقى في المدينة من ينافع عنها فبدأ يعني ما مهمش رجال أكبر أو بعض النسوة الشبات اللي ممكن ينافع وعمل بهم جيش كده حتى يحمل مدينة ثم جمع القرآن ثم كان منه رضي الله عنه أن بدأ فتح فارس هروم هذا رباط هو ربنا وفقه أن يعمل هذا رباط فخليل الحق خليل يفرش الحص وبعين رأى رؤية في المنم رأى ماذا رأى أنه يخرج من صلبه عنقود عنب طويل كل نس يتاكل منه ويجدده الله سبحانه وتعالى ما ينقص عمال يتاكل منه ويرجع كما كان فأخذ الرؤية ديته ورح لأحد المشايخ فسرها له قالوا أنت عندك عيل ابن قالنا لو لا عندي ولد عنده أربع سنوات قالنا ما يبلغ ست سنين خمس سنين أو ست سنين يعني اقذف به في الأظهر لعله أن يكون عالما فينتفع الناس من علمه فبالفعل رزقوا بمحمود محمود يعني دخل الأظهر وحفظ القرآن وأتمه وأحسنه ثم بدأ يعني مقيم شهاقة في المسجد هو شاب صغير ثم بقى إمام المسجد ثم أصبح شيخ المقارئ في بلده ثم يعني فضل المحمود خليل الحصري اللي هو بفش الحصير ده لحد ما جيه هنا أمريكا وقرأ القرآن منذ حوالي أكثر من 40 سنة في الكونجرس في الأمريكا كان أول واحد يقرأ والقارئ الوحيد اللي كان بيقرأ في عرفة زمان وهو كان نسة شعره أسود وشاب كده كان ده من حوالي أكثر من 50 سنة وسجل القراءات كلها وسجل المصحف المعلم وكل الناس الآن عمالة تأكل من عنقود العنب اللي رابط فيها أبوه فجزاه الله عز وجل بعد وفاته أن يجعل له من بعده ثواب إلى يوم القيامة إن شاء الله لذلك يا إخوة ربنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كل ميت يختم على عمله إلا المرابطة في سبيل الله فإنه ينمى له عمله في قبره ويؤمن فتنة القبر كل واحد فينا كذا لما يعني خلاص يموت تنتهي الصحيب بتاعة الأعمال خلاص ما عادش فيه لتصلاة ولا قيم ليل ولا صيام رمضان خلاص مات الإنسان انقطع عمله فهذه صدقة جارية المرابطة هذه صدقة جارية وينمى له عمله مش كده بس وكأنه عمله تجرى له الأعمال تجرى له الأعمال اللي كان يعملها في الدنيا كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عن سهر بن سعد هو الحديث عن ابو خاري المسلم رباط يوم وليلة يوم واحد وليلة خير من صيام شهر وقيامة له لأنه الإنسان بيحفظ الدين لما الإنسان كده يجد مثلا إمام بخاري وقد حفظ الله عز وجل به سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو الآن وهو الآن كل يذكر بخير ويدعو له يكفي بس فقط أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقلده الأوسمة لأنه حافظ على سنته صلى الله عليه وسلم كيف أحمد بن حنبل الذي حافظ على الدين من النقص كما أيضا حافظ أبكر على الدين من النقص فوقف وحيدا حتى إن جلاده عمال يضرب يضروه فعندما قابله بعد ذلك قال والله كنت أتمنى أن تموت بين يديه أنا أعذبك حتى تموت على الحق ولا تكون كالذين تركوا دينهم فهذا الرباط ولذلك نحن الآن أمام يعني في معترك الحياة كل واحد فينا يعني مثلا الإمام الشيخ إبراهيم دكتور إبراهيم عنده رباط في الجالية بتاعته في المسجد بتاعته في الكميونيتي إصلاح بين الناس توعية الناس هذا الرباط في سبيل الله واحد آخر مدرس في مدرسة يعني همه في دماغ الطلاب حاول أنه يخرجهم من ظلمات الجهالة ومن الشهوات إلى الطاعة وإلى حب الله عز وجل ورسوله هناك آخر طبيب هو أيضا يعني يقف على عمله يرابط في عمله لذلك لابد من هذا المعنى أن يكون دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أنه يقرب لنا المعنى ذا شوية فيقول ألا أدلكم من حديثه عند مصد ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يرسله قال إسباغ الأبوء على المكارب وكثرة القطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مرباط فذلك مرباط فذلك مرباط ليه؟ لأنه بالأشياء البسيطة اللي إحنا سمعناها في الحديث دي لكن هي الحقيقة يقوم عليها دي لو الواحد مش مرتبط بالله مش مرتبط بالمسجد مش مرتبط بال يعني لو لو فيه إلكترون في الدنيا بدراستنا نحن الكيميستري هل فيه إلكترون في الدنيا وما بيلفش حول الظرة مش هيبقى إلكترون هم مش هيتسمى إلكترون خلاص أصبح طار لازم يكون فيه أوربيتلز وعمال إنه هو إلكترون ده في المدار الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وفيه بروتون وفيه نيوترون في النص وهو عمل يعني سلب عشان يحفظ الخلية فلذلك دايما كل واحد فينا يعني منوط به أن يرابط في مجال هو قد فتح الله عز وجل فيه عليه وكل ميسر لما خلق له أكيد كل واحد فينا أنا أعمالي بيفكر أنا ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح عليه أنا ممكن أعمله يا سبحان الله مرة واحد يعني كان بيشتغل طبال ويعني الرجل الطبال دوت يعني رايح الفرح يحي ليلة ويقف وراء الرقاص والرقاصة ويطبال ويعمل شغله فهو ماشي رايح الفرح أو الليلة اللي هيحيها الدنيا زحمة وكان الشيخ الله يبرك فيه الحق دكتور عمر عبد الكافي بيدي محاضرة في القاهرة هو كان ده حصل في القاهرة فما فيش فالعربية بتاعته وقفة بسامع في الميكروفون اللي هو يعني يعني إذا كنت يعني 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 إذا كنت تعرف مقام الله سبحانه وتعالى فانظر فيما أقامك إذا من أراد أن يعرف عند الله مقامه فلينظر فيما أقامه إذا عارف إذا أنت عايز تعرف أنت ربنا أدئيه بيحبك وحطك في مقامك طب شوف أنت ربنا أقامك في إيه من أراد أن يعرف قدره عند الله عز وجل فلينظر فيما أقامه فبصت نفسه كده أنا طب أنا أقامني فين أنا طباط أنا بقف وراء الرقصين ورقصات أنا بقف في الليالي الحمراء هذه فالموضوع شغلوا وذهب ورجع البيت من الطريق الآخر وتابع إلى الله سبحانه وتعالى أنا لا يمكن ربنا يقيمني في الرقص والعبر فتابع وكانت توبة صدوق نصوح ولذلك دائما إحنا هو أواحد هو التباط لكنه عرف مرابط ورابط في أجل آخرته وأكرمه الله سبحانه وتعالى وفاز وعز ولذلك لما نجد مثلا نحن الآن وإحنا في قضية الرباط نجد أنه خير الدنيا وما فيها النبي صلى الله عليه يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها كذلك رباط هذا يكون أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كما استمعنا الحديث رباط يوم وليل خير من الدنيا وما فيها أيضا هذا الرباط عندما يموت الإنسان منه لا ينقطع الأعمال كل ميت يختم على العمل إلا المرابط في سبيل الله فلذلك الإنسان دايما ينشن عن الأعمال التي تتعدى أفضل الأعمال التي تتعدى النفع لأن ممكن بسهولة جدا جدا الواحد يصلي نفسه يقرأ قرآن لنفسه يستغفر لنفسه يحج لنفسه لكن الأعمال دي وإن كانت عظيمة إلا أن اللي أعظم منها أنت تعمل عمل يفيد الجالية يفيد الناس يفيد المجتمع عموما فهذا العمل اللي هو يسموه متعدي هو دايما اللي ربنا سبحانه يذكره بالخير ربنا يقول رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو لتي ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون ومنعون المعو كون الواحد بس كده يعني يمسك كده سياء واحد بسيارة ويساعده نعمل الطاير مثلا واحد نسج عنه وعطالهم طعام والله نسف قرار أعطهم ما يسدون به حاجتهم وهكذا كذلك أيضا الذي يقوم بعمل المرابط في سبيل الله ربنا سبحانه يعني يعوضوا في الأخيرة فلا تمسهم نار عين لا تمسهم النار عين يعني بكت من خشية الله عين باتت تحرص في سبيل الله كذلك المرابط أيضا يعني يؤمن فتنة القبر حتى النبي يقول في الحديث ويؤمن فتنة الفتان قد يكون الفتان هذا شيء يعذب الإنسان في قبره أو يكون سؤال الملكين منكر ونكير ولذلك أخواني أحببت أن أشارك مع حضراتكم هذه الخاطرة في ثنايا قراءتنا للقرآن ونحن نقف على قوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن فضال ابن عبيت الحديث عند الترمذي يقول العبادة في الهرج خير من هجرة أو كهجرة عفوا كهجرة إلي وإحنا الآن في الهرج الناس عملت موت بكثرة والحروب هنا وهنا والظلم في كل مكان والبلطقة يعني هي سيرة العالم الآن فهذه هرج فالذي يعبد الله ليست العبادة هنا مقصود بها الصلاة العبادة هنا هي كل ما يحب الله ويرضاه قد تكون عبادة في السر قد تكون عبادة بالني قد تكون عبادة التوكل قد تكون عبادة بأن نحن ننشئ الجالية وانقوي جاليتنا وانقوي شبابنا فلا أحب أن أطير على حضرتكم ولا أثقن عليكم جزاكم الله وخيرا حسن استماعكم مبارك الله فيكم ونراكم على خير وشككم الدكتور الرهيم على هذه الفرصة التي أتاحنا نتكلم مع حضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته أستاذنا الحبيب الله يزيق الشيخ مصطفى هو مدير لمعهد القرآن الكريم في ولاية ميسيجن يعني إن شاء الله يعطينا نبذة عن المعهد في المحاضرة القادمة أو في بإذن الله إن شاء الله لمن يلتحق بهذا المعهد الطيب المبارك مبارك الله فيكم هذه تطواف الحقيقة يعني وسعت لنا باب المرابطة وإن كنا قد حبشنا في البيوت فنستطيع أن نحسن في النية وأن نجود في النية بيننا وبين الله عز وجل أن نرد على أوراد الأذكار أو قراءة القرآن أو الإخلاص في الصيام أو الصيام لأن نتكلم في حق هذا ولا في حق هذه أو في أبواب البر أو في أبواب الصدقات وبنية المرابطة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أهل الرباط يوم القيامة مع سيد المرابطين حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نكون الحزب الآخر ولا تنسوا صلاة الأشاء ثم صلاة التراويح صلوها مع أنفسكم ويعني تصلوها كاملة حتى يغفر الله لكم في كل ليلة فالذي يصلي مع الإمام أي صلاة التروح حتى ينصرف غفر الله عز وجل له في هذه الليلة نتقدم بالشكر لفضلة شيخ مصطفى نيابا عن الجابية نرأتنا إن شاء الله ولقونا موطون بإذن الله تبارك أعزكم الله وعليكم في أماننا مع السلام